أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد لمدة 18 عاماً وتغريمه مبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه ومبلغ 14 ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه كما تمت مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن جريمة التربح وحجب السلع عن الأسواق وأصدرت المحكمة حكماً بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن لمدة 7 سنوات وعزله من وظيفته ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن لمدة 10 سنوات كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة للتوريدات مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها عن الأسواق وعن المواطنين الأمر الذي سهم في ارتفاع الأسعار الخاصة بها